السلام عليكم يا حلوين وأهلاً فيكم بحلقة جديدة من هاتونز بودكاست اليوم رح نحكي عن التسامح رح نتعرف أكتر عن كيف ممكن نسامح لأشخاص اللي أزونا ونشوف كيف العفو بيساعدنا نحنا مش الشخص اللي سامحنا التسامح ومن أقرب الخطوات لتحقيقي السلام الداخلي وبساعدك توصلي للبنت اللي نفسك تكونيها كلنا نظلمنا أو ظلمنا وكلنا نجرحنا من حداً سواء أهلنا أو صحباتنا أو حتى أي شخص بالشارع ما منعرفه حيمكن حكينا كلمة ما حبناها أو تصرف معنا تصرف دايقنا كتير والزعل بسبب شعور سيء كتير جواتنا بيخلينا زي اللي عايشين نبعت مودي نفس التسامح من أحلى الصفات اللي ممكن نتحلى فيها هي من الصفات المحمودة بالدين الإسلامي رب العالمين بيحكي بسورة العمران والقاظمين الغيط والعافين عن الناس والله يحب المحسنين المقصود بالقاظمين الغيط يعني اللي بيمسكوا غضبهم واللي بعفوا عن الناس اللي بيسامحوا الله بيعطيهم الجنة ومش بس هيك حب الله للمحسنين هلا ممكن يبين أنه الإشي بيفيد الشخص اللي سامحنا بس هو بيفيد نوعاً ما بأنه ممكن الشخص يبطل عايشة بزنب إذا فارع معه الإشي بس بالحقيقة هو بساعد لمسامح أكتر لما نسامح الناس زي كأنه صخرة وانقامت عن قلبنا رح نعرف نعيش حياتنا بدون ما نفكر بكيف الشخص التاني أزانه ونرجع نعيد السيناريو كل يوم وكل ساعة بحياتنا ونعيش بمأساة فعلياً منصير عايشين بعالم تاني منخسر فيه كل الأوقات الحلوة اللي ممكن نعيشها وما نقدر كل الأشخاص اللي حولينا اللي فعلياً بيهتموا فينا وبيهتموا لأمرنا رح نعيش حياة قلبنا فيها مليان كره وحزن وحقد بسبب إنه ما منسامح اللي مسامحة بتخلي القلب رقيق بتخليه أبيض بيبطل آسي الله بيحكي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسورة الشعراء القلب السليم اللي هو القلب الصحيح الخالي من الأمراض ولا يعني الأمراض الجسدية لكن أمراض مثل الحقد الكره والغيرة وغيرها هذا المهم بحياتنا القلب السليم الخفيف الأبيض حياتنا كلها رح نتطلع عليها بطريقة مختلفة بس لما نوصل لهاي المرحلة وطبعاً هذا الشيء أكيد بياخد وقت وبدو كتير تجارب واختبارات من عند الله بس هذا اللي بيقوينا وبيخلينا نقرب أكتر لحالة القلب السليم وهذا فعلياً هدفي بالحياة إني أوصل لهاي الحالة وبهاي القناة بحاول إني أشارككم بكل تجاربي وبكل الإشياء اللي تعلمتها عشان نوصل لهاي الحالة بإذن الله هلا بما أنه عرفنا ليش التسامح مهم بس كيف أسامح حداً أزاني وجرحني وداياني كتير كيف بقدر أسامح وأنا بحكي لك عندك حق الإشي صعب كتير بس بهاي الخطوات والمعارف إن شاء الله رح يسهل عليكي متل ما سهل علي أول شيء اعرفي إنه الله معك الله ما بترك مظلوم ينظلم بدون ما ياخد له حقه أو يعوضه أو الاثنين الله بدافع عن المؤمنين بدافع عن المظلمين حتى لو ما بيّن هيك بوقتها بلحظة الجرح اللي إنتي حسيتي فيه بس رح تشوفي الفرق لقدام تاني شيء لاقي الرحمة لجواتك هلأ تخيلوا الناس اللي أزتكم إنهم ولاد صغار ولاد صغار عم بتصرفوا هاي التصرفات بسبب خوف جواتهم وعم بيحاولوا يعملوا كل إشي بيقدروا عليه عشان يحموا حالهم هاي هي الحقيقة كلنا مرينا بمواقف صعبة غيرت طريقة تصرفنا بمواقف محددة لأنه شفنا إنه هذا أحسن حل بمعنى آخر ما قولت حطها لك محلهم فعليا هاد أكيد ما بيبرر التصرفات السيئة اللي نعملت باتجاهك لكن بيخلي فيه نوع من التفهم بالنهاية لازم نتذكر إنه نحنا عم نحاول نحط حالنا محلهم عشان حالنا فكري بموقف أنت عملتيه وندماني عليه حدا نتعاملتي معه بطريقة سيئة وندمتي لأنه فعليا ما كانوا بيستاهلوا هذا التعامل منك بعدين فكري بشو كان موقفك بوقتها شو كنتي بتحسي شو العوامل اللي أثرت عليك اللي خلتك توصلي لهاي المرحلة ويحكي ممكن هذا الشخص عم بيمر بنفس الإشي أو بإشي مشابه مرات بيكون أشياء مدايقيتنا منصير نفرغها بأشياء تانية عشان هيك في ناس بتخرب ممتلكات عامة أو بتصير تتخانق مع أي حدم بتشوفه لأنه هن فعليا مضغطين بس هن ولاد صغار مو عارفين كيف يتصرفوا فعليا هذا هو اللي عم بصير لما نفكر بالموضوع من هالناحية أنا شخصيا بصير حزنانة عليهم لما نتخيلهم أنهم ولاد صغار مجروحين فبصير أسهل نلاقي الرحمة بقلبنا باتجاههم وأنا بحكي هالحكي خصوصا للناس اللي بتعاني من أهلها خصوصا الأهل يعني الأب والأم إذا أنت بهيك حالة يعني قلبي معك جد والإشي صعب كتير أنا بعرف وبس تحطي هاي الفكرة بعقلك تفهمي قلبك وتشوفيهم على أنهم ولاد صغار مجروحين رح تقدري تسامحيهم وتدعيلهم وإلا الله رح يهون عليك إن شاء الله ثالث شي قرري أنك تكوني مبسوطة على أنك تكوني صح هلأ بعرف أنه الإشي غريب أحكيه يعني بس مرات ما بتقدري تتناقشي مع شخص متنح يعني مرات الأحسن إنه تسألي حالك إذا مستاهلة تزعلي عشان هيك موقف ولا لا هل فعليا لازم أثبت حالي لكل حدا حوالي إذا الجواب لا خلص طنشي ولا تتعبي حالك وتخسري قلبك وراح تبالك عشان أي حدا جد مو مستاهل الموضوع رابع شي تطلع على الموضوع من كل النواحي في شي نحن بننساه مرات إنه فعليا كل حدا عايش بحياة مختلفة عنا وكل حدا بطل الفيلم تاعه كلنا عايشين ومركزين بحالنا 80% من الوقت في احتمالية إنه هن يكونوا عايشين إنه شايفين الإشي اللي عملوه صح بعالمهم الخاص اللي هن عايشين فيه هنه مو شايفين إنه الإشي بيزعل أو مستاهل إنه ينزعل عليه فبرأيي من المهم إنه نحط هذا الإشي بالحسبان وأنا مو قصدي أكيد إنه تخلي هدون الناس بحياتك إذا كانوا طبعا غير صلة الرحم إذا كانوا هدون الأشخاص عم بتعدوا على الحدود تاعتك وعم بيديقوك كتير ما تخليهم بحياتك لكن لا يعني بالصراخ والإخناء والانتقام لكن بكل بساطة إنه أبعد عنهم وأفهم إنه هنه شايفين إشي عادي بس ما بتوافق معي أنا فخلص خامس شي فرغي غضبك هاي من أهم الخطوات اللي ممكن تعمليها إنك تفرغي غضبك سواء بالكتابة أو إنك تصرخي وإنتي حتى ما خدع وجهك بعرف إنه الإشي مبين غريب بس trust me بيطلع كل الغضب اللي جواتك أو حتى إنك تلعبي رياضة أو تركدي أو أي شيء أي شيء تعيطي أي شيء المهم إنك تفرغي الأشياء اللي أنت حسيتها من جوة ومن أكتر أكتر الأشياء اللي بتساعد قيام الأل الشكوى لأله هي من أول أشياء اللي ممكن تعمليها واللي رح تساعد كتير طول ما نيتك بمحلها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله هذا اللي حكى النبي يعقوب عليه السلام بسورة يوسف سبحان الله إذا منتطلع ومنفهم قصص الأنبياء صح منشوف كيف فيها عبرة إنه الله ما بتركنا ودائما بعوضنا والدعاء دائما مستجاب فأصبري وإدعي رب العالمين وإلا الله ما رح يتركك ورح يعوضك أحسن بمليون مرة لما يكون عندنا هذا الإيمان سبحان الله الله ما بيخيب ظننا نهائيا وسادس نقطة حابة أحكيها إنه المسامحة والعفو هي من الأشياء اللي بتساعدنا على تسكيت النفس واللي يعني تطهير النفس اللي العلم النفسي الحديث بيحكي عنه inner work يعني الشغل على نفسك من جوا بس أكيد ما وصلوا لهالمفهوم بشكل كامل لأنه بيحكي عن كيف ممكن نعالج التراما اللي مرينا فيها حلقة اليوم عن التسامح هو جزء من inner work وبتقدري تعرفي أكتر عن هذا الإشي بعدة كتب إسلامية لكن المفضل عندي واللي أنا بعرفه هو كتاب الداء والدواء لإبن قيم بالdescription box رح تلاقي رابط في مجموعة فيديوهات على يوتيوب هو شرح الكتاب كامل للداء والدواء وبصراحة هو من أحلى الأشياء اللي سمعتها واللي لهلا عم بسمع فيها المفهوم الإسلامي للإنر بورك الشغل الداخلي أعمق بكتير من مجرد أني بس أشتغل على حالي من جوا هو ترابط مع الخالق وبنفس الوقت حياة مليانة سعادة ورضى ونجاح وهذا اللي نحنا بدنا إياه هذا اللي بدنا نوصله انطهر حالنا من جوا من كل الأشياء اللي بتخلي قلبنا أسود وهاي حياتنا والصلاة والتقرب من الله والسعي أنه نطور حالنا من كل نواحي الحياة بساعدنا أكتر للتسكية إذا بتحبي هذا النوع من النقاشات شوفي هاي الحلقة اللي بتحكي عن أول خطوات التغيير احكولي بالكومنتس عن شو بتحبوا أحكي للمرات الجاي أنا كثير مبسوطة أني جزء من رحلة التغيير تاتك ضلكم آمنة بأله وبحالك رح أشوفك عن قريب بالحلقة الجاي مع السلامة شكرا للمشاهدة